مباشرة ننتقل إلى جينيف حيث تنضم إلينا موفدة الإخبارية السورية إلى جينيف الزميلة سناء محمود حياك الله سناء تحية لك إياد سناء لو تطلعين على مجريات أحداث اليوم مع بدء الاجتماع الأول في هذه الجولة السابعة وإذ كان لديك معلومات حول جدوى الأعمال اليوم وما هي الاجتماعات التي قد تتم فيها اليوم الأول إذن إياد انطلقت الجولة السابعة من المحادثات السورية السورية في جينيف تابعنا قبل قليل وصول وفد الجمهورية العربية السورية برئاسة الدكتور بشار الجعفري للاجتماع مع المبعوث الأمم الخاص إلى سوريا ستيفان ديمستوريا طبعا بالأمس أغلب الوفود قد وصلت بالنسبة لجدوى الأعمال اليوم إياد هناك مؤتمر صحفي للمبعوث الأمم الخاص إلى سوريا ستيفان ديمستوريا عند الساعة الرابعة بتوقيت جينيف أي الخامسة بتوقيت ديمشق بالنسبة للمواضيع التي ستطرح خلال هذه الاجتماعات سوف يتم بحث السلال الأربعة كما أكد رمزي أزدين رمزي نائب المبعوث الأممي الذي قال بأنه سوف يتم بحث السلال الأربعة وهي مكافحة الإرهاب الحكم الدستور والانتخابات بالتوازي مع المشاورات التقنية هذه هي أبرز التطورات فيما يتعلق باليوم الأول لمحادثات جينيف إذن قبل قليل وصل وفد الجمهورية العربية السورية للاجتماع بديمستوريا نعم طيب سناء أجواء هذه الجولة بما أنه اليوم الأول وصلت الوفود المشاركة من وصل من المنصات كيف هي الأجواء لديك داخل مبنى الأمم المتحدة إياد كما ذكرت لك يعني أغلب الوفود قد وصلت للمشاركة في هذه المحادثات محادثات جينيف نسختها السابعة بالنسبة للأجواء أريد أن أتحدث فقط عن ما صرح به ديمستوريا قبيل انعقاد جينيف قال لا يجب رفع سقف التوقعات كثيرا من هذه الجولة قبل قليل ديمستوريا بكلمتين قال لدينا عمل جاد جدا خلال هذه الجولة وقال بأنه في المؤتمر الصحفي سيتحدث بالتفصيل عن ذلك رئيس منصة موسكو توقع بأن تكون هذه الجولة من محادثات جينيف إيجابية وأن تخرج بنتائج لكن كما ذكرت لك إياد ديمستوريا نفسه قال لا يجب رفع سقف التوقعات من هذه الجولة طيب كل الشكر لك موفدت الإخبار يا سوريا إلى جينيف سناء محمود سنكون معك سناء في حال ورود أي جديد شكرا سناء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر